بدأت أعمال الدورة التاسعة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين بمقر الجامعة العربية برئاسة مصر ناقشت أعمال الدورة التاسعة بعد المئة عددا من البنود الاقتصادية منها البند المتعلق بإعداد الملف الاقتصادي للدورة الحادي والتلاتين للقمة العربية المقبلة وبند حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركية بالإضافة إلى آلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربية وتعزيز الاستثمار في الدول العربية وكذلك دعم الابتكار السياحي والسياحة الدكية بالدول العربية